أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل شهر رمضان دايما بيلقب بشهر الانتصارات في الماضي والحاضر وكان معظم انتصارات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر بتلع لنا اليوم ذكرى حدث عظيم جدا وفريد لا ينسى المصريين وكنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن هذا الأمر ذكرى انتصار العاشر من رمضان الموافق 6 أكتوبر سنة 73 خلونا نرحب بضفنا الكريم لوقت هير دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية سيد تلو أهلا بحضراتكم أهلا بيك وكل سنة وطيبين بناسبة رمضان والمصريين كلهم وبمناسبة عشر رمضان وخمسة وعشرين إبريل أعيات زي ما حدثت يا أهلا بحضراتكم بنا جعل دايما أيامنا أعياتكم سنة وحضراتكم طيبين عايزين نبدأ مع حضراتك القصة من البداية اختيار شهر رمضان في البداية عشان يكون هو دا اليوم اللي هنحارف فيه ولما تم إبلاغ الجنود روحهم المعنوية كانت عاملة زي هو الحقيقة علشان نحارف في يوم معين وساعة معينة كان فيه تحليل عادي جدا لأيام السنة وأيضا التحليل دا شمل كل عناصر العبور بما فيها قناة السويس والمد والجزر والساعة كام علشان هقدر أعمل تمهيد نيراني والتمهيد النيراني دا يخلص الساعة كام وبعد كده أبتدي أفتح صغرات وهكذا فطبعا كان تحليل عالي جدا ويعني متذكر يعني الحقيقة السيد مشير محمد عبدالغاني الجمسي كان ساعتها رئيس ساعت عاملة الغونس وهو والمجموعة اللي معايا في هيئة العمليات الحقيقة ناس يعني رموز من رموز العسكرية في العالم مش في مصر بس وقاموا بهذا التخطيط فكانت الحقيقة حرب أكتوبر بما فيها التوقيت كان التخطيط في منتهى الاحتراف تمام وكان موافق عشر رمضان طبعا كان موافق برضو عيد من أعياد إسرائيل وكان يوم سبت عندهم الحقيقة يعني رمضان أساسا بدي طاقة إيجابية لأي حد فما بالك المقاتل اللي منتظر هذا اليوم أنت عارف سينة اتخذت مننا كان فيه محاولات للسلام قبل الحرب لكن كان ياما محاولات السلام إسرائيل كانت مش عايزة ترجع سينة كلها وهم اعتمدوا على أن هم احتلوا الأرض ووقفوا عنده خطوط دفاعية قناة السويس مانع مائي علي خطة نيران ساتر ترابي ارتفاع عشرين متر زوية ميل خمسة عربين درجة عليه أيضا خطة نيران خط برليف وهو دوشم حصينة جدا وعليها فيها خطة نيران متكاملة يبقى فيه ثلاث خطوط دفاعية كل خط عليه خطة نيران متكاملة بامتداد القناة وبالتالي تبقى حدوده مأمنة وهي اسمها نظرية الحدود الأمنة طبعا هو يرجع ليه صحيح مأمن حدوده بيرجع ليه ونظرية صحة بنظرية حدود الأمنة وبالتالي هذه النظرية تكسرت في ست ساعات يعني عايزون في بداية الحرب تلات اقتحامات رئيسية لتلات خطوط دفاعية كل خط عليه خطة نيران متكاملة في ست ساعات احنا وقفنا العالم كله كفكرة عسكري وشطبنا على نظريات عسكرية صحيحة العالم على التنقى ستين ورسنين ودي كانت عظمة الجند المصري والسلاح اللي كان في ايديهم سلاح دفاعي وقديم متعملش كلام ده خالص العالم كله الحرب دي بتدرس في دول كتيرة جدا وأجدامات عسكرية راقية أنها الحالة المثالية لقوات مسلحة أقل في الإمكانيات حققت أهداف على قوات مسلحة أعلى منها في الإمكانيات وبالتالي جبنهم فرد السلام القول ما كان شاضي ييجي ولك مش هرجع حالك لما تعالي هنعمل السلام ورح لهم رئيس السادات وكانت خطوة في منتهى الجرأة والاحتراف أن يذهب الكنيسة يقول أنا جاي عشان السلام بس على أرض صلبة وقوات مسلحة قوية مرة منتصلة قادرة بالزبط نحن حارفنا جيش كان بيروج لنفسه إعلاميا أنه الجيش الذي لا يقهر خط برليف ده كان خط برليف المنيعة كانوا مسمينه كده أنه مش هتعرفه وتعمله حاجة فالمواطن أو العسكري المصري صايم في رمضان قدر أنه يتخطى خط برليف قدر أنه يتخطى كل هذه حتى الترويجات الحرب النفسية التي كانوا بيمروا بيها في نهار رمضان فإحنا في الحقيقة كنا في بداية الحلقة حتى بنقول يا فندم أنه يمكن ذي من أعظم الإنتصارات في تاريخ الأمة العربية أو تاريخ الحديث للأمة العربية رأيك ليه؟ يعني إش معنى ده حصل وإيه اللي كان حتى بيدور في نفسية الجنز المصري عشان يقدر يقوم بهذه الانتصارات أولا كان فيه تخطيط متكامل على المستوى الاستراتيجي تناول أدق التفاصيل وتخطيط محترف ومصري 100% التخطيط هو الأساس الحقيقة لما تشوفي التخطيط يعني لو قلنا رائع أعلم كده بكتير وبجميع تفصيلاته وتدريب عليه بصورة محترفة جدا وبالتالي لما المقاتل بيلاقي نفسه بيتدرب تدريب عليه جدا وأثناء الحرب بيلاقي الموضوع يعني التدريب كان أصعب في مقولة مهمة العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة وبالتالي كان موضوع العبور يعني سنفونية رائعة أبهرت العالم لدرجة أن إسرائيل كقيادات انهارت وأمريكا تشكل فيها لجنة اسمها واشنطن سبيشال أكشن جروب بقيادة الرئيس الأمريكي وغرفة عمليات ومعها كل مجلس الأمن القوم الأمريكي بيدير العملية لصالح إسرائيل وابتدوا يمتدون بجسر استراتيجي جوي وبحري لمدة شهر يعوضوا لهم الخسائر وكمان دخلوا لهم طائرات أمريكية طارات استطلاع ارتفاعها عالي جدا فوق 80 ألف أدم تستطلع الجابها ويتشوف إيه الموضوع ونحن نقدر نساعدكم ازاي فإذا وده عظمة الحقيقة الرئيس السادات انه هو لما لقى ان الحرب مش بين مصر وإسرائيل بقيت بين مصر وإسرائيل وأمريكا في الأساس وكان الهدف تدمير القوات المسلحة اللي عبرت واتحايله على الرئيس السادات خمس مرات انه هو يقبل وقف إطلاق النار في المرة الخمسة وقبل وقف إطلاق النار وقدر انه هو يبقى منتصر ومعه قوات مسلحة قوية قادرة على الحرب مرة أخرى ودي كارت من كروت القوة اللي معاه على مئدة المفاوضات عظيم طيب هنا لازم نتكلم ونشيد بدور الجند المصر اللي كان شايل عتاد قد كده وزخيرة وزنه وهو صايم كمان بالإضافة لكده انه رفض انه يفتر كمان في نهار رمضان ونحن عارفين الحرب استمرت أكتر من 20 يوم تقريبا فيعني الراجل ده الجندي المصري المقاتل المصري صام 20 يومه هو بيحارب وبيقاتل ده ليه لانه بيقاتل عن عقيدة وده اللي بيفرق من جيش لجيش بيقاتل عن عقيدة كلام حركة صحة مظبوط 100% متدرب كويس في قدوة قدامه يعني عدد القيادات اللي استشهدت مع جنودها يمكن لو ارجع كمان قبل حرب الشهيد السيد الفريق أول عمينا مرياض اللي يوم الشهيد يتعمل على يوم استشهده فإذا الجيش المصري جيش كله مقاتلين هتلاقي الجنود في مكافحة الارهاب أحمد المنسي الله يرحمه الله يرحمه فبالتالي الجنود ما بيلاقوا القائد بهذه الجرأة وهذه الشجاعة وقدامهم الجنود مش عايزين يقول لك عايزين يسبقوه واحنا كمان بنتكلم على ان هم رافضوا الفطار القادة هم كمان كانوا رافضين بالضبط يعني دي انا عايز اقول لحرارتك الجيش المصري جيش مؤلم لأي عدو وعشان كده لما حطينا خط سلط الجفر خارط أحمر على بعد ألف كيلو خلي بالك من النقطة دي في تلاتة والسبعين نظرية الخطوط الدفاعية اللي هي خط دفاعي عليه تحسنات سابتة وخطة نيران دي اسقطت تلاتة والسبعين يعني بعد ما الجيش المصري اسقطها في ست ساعات محدش بعمل خطوط دفاعية سابتة تاني الجيش المصري عمل نظرية جديدة وهو الخطوط الدفاعية خارج الحدود على مسافات كبيرة بعد ألف كيلو ومفيش تحت تحسنات سابتة مفيش قوات على الأرض مفيش قوات ولا تحسنات ده أنا قادر أتدخل بالنيران بشكل حاسم اللي يعدل خطي الضرب ومحدش قدر يعدل غد الوقت ودي نظرية جديدة الجيش المصري هو الجيش اللي بيكسر النظرات الصحيحة ويبني نظريات جير تقليدية هو ده المقاتل المصري وانا مش عايز أفصله عن الشعب المقاتل المصري ده ربيت أم مصرية وقاب مصري الجيش والشعب واجهين لعملة زهبية واحدة طول عمرنا نمتحرك مع بعض على مر التاريخ ودي جزء من الشفرة اللي مش حافيني حكوها ويفكوها مع مصر العلاقة ما بين الجيش والشعب علاقة محدش قدر يفكها اتفكت في دول تانية وجيوش انقسمت لكن في مصر ما حصلش نتكلم كمان عن دور الجيش بس يعني بعد كده في التنمية كمان لكن خليني أتكلم مع حضرتك كمان عشان بمأننا بنتكلم عن انتصارات العشر من رمضان لدور العربي يعني فيه مسندة من الدول العربية وحب أعرف من حضرتك هل ده خلت القوة الظالمة تدرك أن عندما يتحدى العرب ما فيش حاجة تقدر تقف قدامنا ده صحيح ده صحيح يعني لقينا تضاون عربي في دول بعتت قوات تحارب معنا في دول استخدموا سلح البترول ومنعوا البترول عن دول وبتدت أمريكا وأوروبا تصرخ من عدم موجود بترول والأسعار الحقيقة ما بقش قادرين عليها تضامن السياسي والتعاون وعشان كده يعني كان دي وقفة الغرب ووقفها إزاي هذا التعاون ما حصلش مرة تانية ودي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها وانتو بتوصلوا ممكن لكل الدول العربية فأنا بقول بعد 73 كان لازم نفهم أن التضامن العربي عايزين يضربوه في مقتل وما يتمش مرة أخرى لأن التضامن ده لما بيحصل حتى في أقل مستوياته العرب الحقيقة بيبقى قوة ما حدش يقدر عليها فخلينا برضو نخلي التضامن ده يعني كل نقطة التوافق نكسبها بيننا وبين بعد لا نتراجع عنها مش عايزة أقول بكرة الصبح نتوافق 100% خلينا واقعين كل نقطة التوافق سياسي اقتصادي عسكري اجتماعي نكسبها ما نرجحش فيها تاني احنا شايفين الفترة اللي فات ديت حركات عربية كتير جدا السيد الرئيس لو حضرتك وفي تدريبات مشتركة بيننا وبين كمان الدول العربية يعني دلوقتي عدد التدريبات المشتركة بيننا وبين الدول العربية كبير جدا وبيتناموا بيزيد وان شاء الله يكون أساس لتعاون عسكري أعلى وأكبر لضفق للتعاون السياسي والاقتصادي أيضا فاحنا بنقول النقطة دي نقطة مهمة جدا ده مش هيحارب قضيتنا غيرنا مصبوط طيب عايزين نتكلم حضرتك عن دور القوات الجوية في هذا النصر العظيم زي كان بيتم تدريبها وتجهزها لهذه المرحلة قوات الجوية شأنها شأن قوات مسالحة كان فيه مشكلة كبيرة في التسليح الطائرات اللي كانت موجودة في القوات الجوية طائرات الجيل الأول والتاني طائرات اللي عند إسرائيل طائرات الجيل التالت جيل الأول والتاني اللي ما فيهوش رادار أو رادار ضعيف جدا تسليح مدى قليل قوي مدى قليل جدا الجيل التالت أعلى من كده بكتير وفيه رادارات وصاريخ رادارية وبالتالي كانت مشكلة إن إزاي حتواجه وفيه إمكانيات واضحة جدا فكان تدريب محترف الحقيقة فيه ضربة جوية حصلت دي الحقيقة ما هدت بصورة كاملة للعبور ودعم عالي جداً لكل القوات اللي بتشعل على الأرض في يوم 14 أكتوبر قبلها خطت العدو أن يضرب المطارات على الأرض ودخل بعدد كبير من الطائرات على موجات وراء بعضها حوالي فوق المئة وعشرين طائرة وتصدت ليه طائرة الجيل دي مرة منصورة؟ اه بالزبط كده وطلع في حدود 60 طائرة إلى 80 طائرة من القوات الجوية المصرية يجي للتاني من الطائرات وقع 17 طائرة وقفش على هذه الضربة تماماً وكان ده عيد القوات الجوية من 14 أكتوبر فأنا دايماً أنا بقول للشباب لما تلاقي تحديات أو تهديدات بتواجهها الدولة ما تقلقش ما تبص الأجدادك يعني أنا سعدت فيه ناس بتقول روح أكتوبر فالشاب يقولك طب يعني أعمل إيه؟ بقولك أعمل إيه؟ بص للتهديدات والتحديات اللي كانت موجودة قبل 73 مانع مائ 200 متر عرضه جبل تراب ارتفاع 20 متر وراخت برليف ثلاث خطوط دفاعية كل الخبراء العسكريين العالمين قال لك استعالوا وتعايزين كنبيلة زرية صغيرة تعملوك فتحات وتعدوا الناحة التانية الكلام ده كان يوقف أي دولة وأي جيش موقفناش فخلي بالك روح أكتوبر إن أنا لما لقيت تحديات ضخمة وجسيمة أي أن كانت شكلها ما قفش ودور على الحلول غير تقليدية عشان نتغالب على المشكلة وحط تحت النقطة دي خطوط كثيرة جدا دور على الحدود الغير تقليدية والمصيرين محترفين هما يطلعوا حلول غير تقليدية سيد اللي وأنا فكر في حلقة حضرية كنت معينا أنا خدت الجملة دي وقلت لك دي من أعظم الجمل حتى للتنمية البشرية كمان صحيح لا أي حد طيب كمان فيه سلاح المهندسين وده السلاح كان مهم جدا وطابع للقوات المسلحة كان دور مهم حابين حضرية تكلمنا عنه طبعا هو يعني عمل حاجات كتير جدا بس يمكن خلينا أفعل فتح السغرات في السطر التراب جاب التراب هم الخبراء العسكريين قالوا عايزين قنبلة زرية صغيرة تفتح الفتحات دي فابتدى حل غير تقليدي أن هم ابتدوا يدخوروا على مدخات مية وكانت الفكرة طلعت من ظابط وكانت سنه صغير وربطه صغيرة السيد الوقت باقي زاكي يوسف رحمة الله عليه وشوفي برضو الدرس المستفيد أن أنا وانا قائد وماليه حد صغير عندي في الردبة أو في السن وبيقول فكرة اسمع واخدها وادرسها وممكن تعدلها وبالتالي سمعوله وخدوا الفكرة ودرسوها يعني هو كان عنده خبرة كمان من السد العالي يعني هو راجل ربط ما بين الأمور وبعضها وده يعني احتراف في العمل العسكري وجابوا مدخات ذات طبيعة خاصة مدخات مية وحسابات معاينة فتح وفتحات بدل يعني بدل ما نعمل 19 كنبلة زرية وده قمر مش استحيل طبعا لحد حدينا ولا عندنا استخداموا مدخات مية حل غير تقليدي حل مشكلة عملياتية بالغة التعقيد يعني من ضمن سمات حرب 73 حلول غير تقليدية لمشاكل عملياتية بالغة التعقيد بصورة غير نمطية وده عظمة الجند المصري وعظمة المصريين لتنمش من فصلين عن بعض ده وكان كمان كان زابط احتياط كمان وفاكرين الأول ما طرح الفكرة في اجتماع من الاجتماعات يعني لسه بيقول نعملوا بالمية فالناس بدأت تستغرب واتتعجب القادة لأنه برضو كان الأمر يعني بس ما أهملوش الفكرة وده نقطة خلينا وحنا برضو أرجع تاني ناس بنقول له روح أكتبرة أعمل إيه ما أنا بقول لك دور على الحل غير التقليدية لا تصفه أبدا أي فكرة ولو صغيرة خدها درسها ما توقفهاش من ساعتها ممكن تعدلها واشترك الشخص ده معك تاني ده بيدي قوة دفعة للشخص ما حس إن حد بيسمع له وده الحين ساعات بنشوف المؤتمرات الشباب مع سيدة الرئيس ومحاورته مع الشباب مزبوط أفكار الحوار مهم جدا على فكرة الشاب المصري اللي بيشتكوا منه العيب عنده ومش عند الشاب الشاب ده بيخش القوات المسالحة بعد شهر فترة مستجدين طالع مقاتل شرس مبهد الإرهاب في سيناء وانتصر الشاب ده الروس والأمريكان منبهارين بيه في تدارة مشتركة فمحدش يتكم الشاب المصري صالح إنت المنظومة اللي عندك طيب حابين نتكلم عن أهمية سيناء لمصر قد إيه سيناء مهمة جدا لمصر معركة التنمية اللي احنا بالخدر دلوقتي في سيناء طبعا سيناء لها كذا نوع من أنواع الأهمية بس لو حجميها في كلمة واحدة هي أرض مقدسة يعني لما رب العزة بيكلم سيدنا موسى بيقول له فاخلعا عليك إنك بالوادي المقدسة طوى ده هو ربنا اللي بيقول إنها مقدسة مش أنا النبي عليه السلام هيخلع عنا عليه وما اللي احنا نعمل إيه وبالتالي هي أرض مقدسة بكل المعايير ومصر أرض مقدسة التنمية مهمة جدا والحقيقة سمات التنمية اللي بتم في سيناء إنها تنمية مستدامة بتراحق الأجال الموجودة والأجال الجاية على سبيل المثال الأنفاء اللي تحت القناة هيعد عليها أجيال وراء أجيال ودي نقطة مهمة لأنه دي هتنقق الاستثمارات من مصر إلى داخل سيناء والعكس حرية الانتقال الاستثمارات في المنطقة الأممية شبكة الطرق اللي جوه أيضا المصانع ومحطات المياه والمطارات النقطة المهمة جدا إن التنمية في بوادها الاجتماعي القرى اللي تناسب أهلنا في سيناء ومن حيث الشكل واسلوب حياتهم دي نقطة مهمة جدا من ضمن سفاتها أنها تنمية بالمشاركة يعني فيه في جنوب سيناء مدمارس ومدمار الهجن أهلنا في سيناء عندهم القبل والجمال وبالتالي ابتدوا يشاركوا في مشروعات التنمية وتعملوهم الكلام ده في جنوب سيناء فهي تنمية مستدامة بالمشاركة فسأتبا عملية الاستثمار أو المناخ الاستثماري بتراعى البعض الاجتماعي الحمد لله الإرهاب انتهى وبالتالي بقى مناخ جازب للاستثمار بصورة عالية جدا وإن شاء الله يعني مكان حيبقى واعد جدا إضافة للتنمية في مصر برضو كله احنا مش عايزين نعمل التنمية في مصر في ظل العالم كله بيتراجع يعني العالم ماخد موجة كورونا دي ووراها موجة تأثيرات الحرب الروسية الإكرانية الحمد لله نحنا كاقتصاد قدرين نمتص المجتين دول وده دليل الحمد لله على الاقتصاد ماشي في اتجاهه الصحيح الحمد لله كل صحابك طيب أفندم مرة تانية لا نشكر حضرتك شرفتنا ونورتنا سيادة لواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصر للشؤون الخارجية شكرا جزيلا لك فان شكرا جزيلا لك